تصلهم الأنباء التي تتحدث عن نوايا ميليشي الحوثي وقوات المخلوع الصالح للتقدم جنوباً والسيطرة على مواقع استراتيجية ومهمة قريبة من الممر الدولي فتعزز المقاومة الشعبية ووحدات من الجيش الوطني تواجدها في المناطق القريبة من كهبوب ومحيطها لحظات وتبدأ ميليشي الحوثي بقص مدفعي على المواقع في وادي موبا وتتجدد الاشتباكات في وادي سنعب وجبال ثرك شمال شرقية كهبوب ووصول تعززات للميليشي الحوثية إلى الحنيشة التابعة لمديري الذباب والمحادة لكهبوب وكانت القيادة العسكرية ممثلة بقيادة المنطقة الرابعة اللواء أحمد سيف اليافعي وقيادة المحور الغربي ممثلة بالعميد الركن عبدالغني المصباحي قد نفذت نزولها الدوري إلى الجبهات ودفعت بمزيد من التعززات القتالية وتقول المعلومات الواردة من هناك أن محاولة الحوثيين المستمرة للسيطرة على جبل صنفه شرق كهبوب والذي ترى قيادات ميدانية في المنطقة إنه إذا ما تمت السيطرة على جبل صنفه الواقعي شرق كهبوب فإنه من السهل التقدم جنوبا دون الخوف من أي التفاف مفاجئ وهو الدافع الذي يجعل المقاومة هنا حريصة على تعزز صفوفها والبقاء في منطقة قاحلة وغير مؤهلة ومتقلبة في أجوائها